ولكن كان فيه يعني لو ده كان شيء سلبي شوية فكان في رأيي فيه بعض الأمور السلبية بشكل أكبر بكتير جدا وهي بعض التعقبات اللي محتاجين نسمعها ونرجع نعقب مابلولو محمد شريف فخر لكاي هم قدامك وطبعا ده محمد حمدي مابلولو مابلولو انت واحد طب بس جمهور الاهلي أكيد هتكسب شريف طبعا بولك انت لو حطيت عم حارس انا عارب ايدي دايق اكيد لا 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 لو حطيت عم حارس مع الرماعة دولة هو اللي يكسب يعني مابلولو أفضل من محمد شريف ده جايب كم جون وده جايب كم جون انت مش بتعضاه بالأرقام ولا بتعضاه ماشي هو هدف الدوري غيره طيب يعني واحد هدف الدوري هتدالي محمد شريف اللي ما كانش به يلعب ها جمهور الاهلي هيكسب انا بقولك شيل محمد شريف شيل محمد شريف وحط عم حارس وربنا هيكسب عايزت انا اكتر من كده تعرف دايما جمهور الاهلي بيتفاعل على سوشيال ميديا اكتر جمهور في العالم ماشي ما اختلفتش مع عشان كده هما زي التطار طالما حد ريحت النادي الاهلي بهوه طيب ليه جمهور الاهلي ما بيخشش ان يبوز الليلة كده علشان بيفام يعني هو عايز استنى باسك لا 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 أنا قصدي يعني ايه بيكايم على حسب الاداء و العندوش حطة ان اهلي وخلاص ان هو ما بيخشش علشان ان هو شايف ان ما فيش حد حتى لو انت حطت حد من الزمالك زي الجزيرة مش هيخش ده الجزيرة مش موجود أصلا ما أنا بقول لك مع أنه يعني اعتبر بعد الزيز وهو الدفل الزمالك لأنا عاصدي إيه مش دول الفراو ده حط إنت مثلا الجزيرة جمهور الزمالك هيصوت لما بلوله يعني للأسف أنا لم أكن أتصور أن جمهور النادي الأهلي اللي في وقت كبير جدا كان بينده على كابتل رضا عبد العال ويقول له رضا يا رضا تدلع يا رضا يجي في يوم يقول عليه أنه جمهور ما بيفهمش لأن ده تفسير الكلمة أنت في الأول اتكلمت عن أمور تصوطية دي مش قصتي إنما قصتي هو هذا الوصف مش تحليل الموضوع أنه جمهور الزمالك لو عنده الكفرة وعنده القدرة التصوطية وعنده الفئة التصوطية لأنه هو في وقت ما بيكون مرشح لعب منه قصاد لعب من النادي الأهلي والمنتج النهائي والنتيجة النهائية بتكون نسبة صاحقة لجمهور النادي الأهلي فحاجة جمهور الزمالك هو عايز يصوط فيها فبالتالي بغض النظر عن قناعتك للفهم من عدمه هو مش هيقدر يغير النتيجة ولكن الوصف وتحليل ده وتأويله إنه جمهور الزمالك بيفهم وإسقاط ده على إنه جمهور النادي الأهلي بيدخل في التصويت يختار وكأنه هو جمهور ما بيفهمش دي إساة كبيرة جدا يا كابتر رضا لما انت خرجت من نادي الزمالك وتم الإساءة إليك وقتها في مجلة نادي الزمالك والتنمر عليك وأصفك بأمور تخصك اجتماعيا وماديا وكتير جدا من الأشياء بكل الأنواع النادي الأهلي هو اللي احتواك وجمهور النادي الأهلي هم اللي صنعوا ليك قيمة بعد ما خرجت من نادي الزمالك فالحديث عن جمهور النادي الأهلي بهذا الإسلوب الغير لائق واللي بصفه بالغير محترم بالمرة غير مقبول انت ممكن اللي قلته في الأول حقك قص الجمهور الأهلي بدخل زي التطار لأن دي فكرة التصويق ادخل كده شوف كريستان رونالدو وميسي حطهم حتى وهما مش في أفضل حالات حطهم في تصويت ما بالك ده حاجة هنا جمهور الأهلي شايفها عادلة ولكن أصلا ده بيحصل في التصويت شنايدر ويسلي شنايدر لعب الانتر ميلان وقت ما ترشح لجائزة الكرة الزهبية طلع الرابع طلع الرابع وكان كل المحللين الفنين في العالم وقتها شايفين ان هذا الرجل هو الأحق بالكرة الزهبية طلع الرابع بعد ميسي وإنيستا وتشافي وباختيار مين مش جمهور ده باختيار مدربين وكبات المنتخبات انت متخيل ولكن طلع الأول في اختيارات الصحفيين فإذا التصويت حتى من عناصر اللعبة كان عندهم جزء من العطيفة فانت لو بتتكلم في الجانب ده بس أنا أقول ان ده لا ينتقص من جمهور الأهل ولكن الوصف والتشبيه بيفهم وما بيفهمش دي إساءة أدب شديدة لجمهور النادي الأهلي اللي أنا بقول كان ولازالة له فضل كبير جدا عليك ان انت تقعد في شاشة عشان تتحفن بالقراء الخالية من المنطق والخالية من الموضوعية والخالية من الاحترام زي ما أنا بأكد على ده أنا سعالني أكثر محمد فروغ الحقيقة يعني أنا متفاهم جدا أنا ممكن أكون إعلامي أهلاوي وخلص البجروند بتاعي الأهلي خط أحمر أساسا وتجي لي مثلا إذاعة أو حاجة زي كده وابدأ ان انا أشتغل وقدم برنامج موضوعي فهل أنا ممكن أقبل ان حد يتحدث عن جماهير النادي الأهلي وقابل ده بابتسامة أو بدحكة لا إلا لا استنى لا والله والله أبدا ما يحصل ولا ينفع ولا عرف وده لا يقال من الموضوعية والمهنية شيء لأن ما ينفعش أتكلم عن شريحة كبيرة من جماهير قرة القدم المصرية بالشكل ده ودخل الفهم وعدم الفهم في القصة طيب جماهير النادي الزمالك بيقول إن هي لو عارفة إن اللعب بتاعها أفضل هتختار لعيبها الأفضل هل جماهير النادي الزمالك عندها شك في قدرات أحمد فتوح كباكلفت كانت فين في التصويت أمام علي معلول اللي هم أساساً بيقولوا على حد تعبيرهم إن علي معلول كبر في السن والكلام من هذا القبيل ما ظهروش ما تخطوش خمسة في المية علي معلول كان معدت تسعين في المية من التصويت القصة باختصار شديد إن كابتن رضا عبد العالي عنده أزمة وأزمة صعبة وأزمة نفسية صعبة جداً مع النادي الأهلي ولم يستطيع إن هو يصوم جميل النادي الأهلي والحقيقة مش مشكلة النادي الأهلي خالص على الإطلاق إن أنت ما قدرتش في سنوات الأخيرة مع نادي الأهلي تحجز مكانك في التشكيل الأساسي لأنك لم تكن تعطي التمرين حقه وكان وضح عليك يعني من زيادة الوزن والشكل اللي إحنا كنا بنشوفه في آخر سنواتك مع النادي الأهلي دي مش مشكلة النادي الأهلي وعلى فكرة حقيقي إنت عشان تكون جاي من أي نادي في مصر أي نادي في مصر بما فيهم نادي الزمالك إنت عاوز تحفر في الصخر عشان تشارك أساسي داخل النادي الأهلي وتصنع ليك تاريخ جوة النادي الأهلي على عكس لعب النادي الأهلي لعب النادي الأهلي يروح أي نادي في مصر بما فيهم الزمالك سهل جدا يقدر يتقلق ويكون نجم الفريق ومش هيزديك أمثلة كتير جدا جمالة محميدة كان مشطب في النادي الأهلي وسبب إصاباته وأشياء أخرى جنب الإصابات متعلقة بسلوكياته لما راح نادي الزمالك أصبح نجم عند نادي الزمالك كابتن حسام حسن أصبح نجم عند نادي الزمالك فالطريق أن أنت تكون نجم في أي نادي في مصر وانت لعب سابق في النادي الأهلي ده سهل ليه؟ لأنك متعود على أنك أنت بتتمرن وبتحفر في الصخرة عشان تلاقي نفسك مكان أساسي لكن لو جاي للنادي الأهلي ده أنت صعب قوي لأن دكة النادي الأهلي نجوم على أي فريق تاني على نجوم أي فريق تاني وبقولها بما تحملوا كلمة بمعنى اللي عادين على دكة النادي الاهلي في سكوادي النادي الاهلي نجوم يقعدوا أساسيين في فرق أخرى بما فيهم نادي الزمالك دكة ليهم فمش مشكلة النادي الاهلي ان انت جيت لقيت الصعوبة دي فانك تلاقي نفسك وتلاقي مكانتك ونبدأ نفتكر يعني مش بنبخص حقك تكون تلعيب كبير والعيب موهوب للأمانة وعندك سروباس تقدر توصل المواجب من أي مكان ولكن في النهاية انت وقفت عند نقطة محضرة ما دفش تخطاه مع النادي الاهلي غيرك تخطاه وتخطاك فدي اللي عاملك أزمة وعملات مشكلة لكن اللي عامل لنا أزمة ومشكلة لان اعتدت ده من رضا عبد العالم هو انت امتى يا كابتن فاروق تاخد بالك شوية ان انت لبست تيشرت النادي الاهلي امتى تاخد بالك شوية من ان النادي الاهلي هو صنع اسمك امتى تاخد بالك من ده انا عايز افهم يعني شايف ان انت عايز تكون مهني وموضوعي ما عنديش ادنى مشكلة لكن اخبار هنتعرر لها بتكون ضد النادي الاهلي هتروح لنقطة تانية ان انت بتسمع حد بيتكلم عن جمهير النادي الاهلي في اشارة واضحة انهم بيفهمش او جمهير زي ما بتفهم فبالتالي جمهير النادي الاهلي بتفهمش فيكون المقابل ضحك وابتسام على شيء محزن مغجل ده امر صعب جدا اشتركوا في القناة